سنتعرف معاً على أغرب 15 حقيقة وأرقام قياسية في بطولة أمم إفريقيا أهلاً بكم في قناة تسلية مفيدة يسعدنا انضمامك إلينا حيث ستكتسب معلومات قيمة في جميع المجالات لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب الذي يساعد على امتشار الفيديو ونشر المعلومات المفيدة أنشئت البطولة سنة 1957 وكانت أول دولة تستضيفها السودان وكانت مكونة من ثلاث فرق هي مصر وإثيوبيا والسودان تم استبعاد منتخب جنوب إفريقيا بسبب إصراره على المشاركة بلاعبين بيض فقط واستبعاد كل اللاعبين السود الأمر الذي جعل الاتحاد الإفريقية يخد موقف بسبب العنصرية الشديدة من جنوب إفريقيا أول هدف في تاريخ كأس إفريقيا سجل لاعب بمنتخب المصري رأفة عطية في مباراة مصر والسودان منتخب مصر هو الأكتر تتويج باللقب برصيد سبع القاض الكاميروني صامو والإتو هو الهداف التاريخي للبطولة برصيد ثمانية عشر أهدأ في ست بطولات شهد تصميم كأس أمم إفريقيا حضور ثلاث أشكال مختلفة وكان أولها مصنوع من الفضة ورفع المنتخب المصري هذه الكأس بعد فوزه بأول نسختين من البطولة وإذا كنت وصلت إلى هنا فأنت من محدين الكرة لا تنسى تكتب لنا في التعليقات من تتوقع في المركز الأول والثاني في هذه البطولة حقق الجهو هاري لقب كأس الأمم الإفريقية 1998 ليصبح أول من يفوز باللقب الإفريقية كلاعب ومدرب يملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد القاض بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث فاز بها سبع مرات واعتبر الحارس عصام الحضري أكبر لاعب سنن شارك في مباراة في أمم إفريقيا آخر بلد مضيف وصل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا هو مصر التي توجد باللقب على أرضها عام 2006 وهي أيضا أكثر فريق وصل للنهائي يعتبر الفرنسي هيرفي رونارد هو المدرب الوحيد الذي فاز بكأس أمم إفريقيا مع بلدين مختلفين هما زنبيا سنة 2012 وساحل العاج في 2015 شاركت جنوب إفريقيا لأول مرة في بطولة عام 1996 التي استضافتها وكانت المفاجأة في إحرازها اللقب متغلدة في المباراة النهائية على نسور قرطج يعتبر المصري حسن الشاذلي هو اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من ثلاثية في كأس إفريقيا وقام بذلك في عامي 1963 و1970 آخر ست مشاركات لمصر فالبطولة وصلت للنهائي خمس مرات وفازت باللقب تلت مرات يحمل المدرب الحالي لمنتخب الكاميرون ريجو بيرتسونج الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات التي خاضها في كأس أمم إفريقيا بين عامي 1998 و2010 لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجارس حتى يصلك كل جديد